أكد سامح شكري وزير الخارجية والرئيس المعين لكوف 27 أن الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ وضعت نصب عينها للانتقال من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفيذ الفعلية فيما يخص مواجهة تدعيات تغيرات المناخ وفي كلمة لوزير الخارجية بافتتاح الفعاليات منتدى البيئة والتنمية 2022 أكد شكري أن قضية مواجهة الأثار السلبية للتغيرات المناخية باتت حقيقة وقعة لافتا إلى أن التقارير العالمية تشير إلى أن حجم الجهد والعمل العالمية لا يكفي لمواجهة هذه التغيرات وأضف شكري أن مؤتمر المناخ يمثل فرصة لمناقشة تأثير تغيرات المناخ على الغذاء وطرح حلول لمواجهة أزمة الغذاء